أحزاب المولاة في سابقة من نوعها وتزامنا مع فترة إقبال الرغبين في سحب استمار اكتتاب التوقيعات لرئاسية 2019 لم تتفق على مرشح واحد يمت لتيارها المولاتي القريب من دوائر السلطة التجمع الوطني الديمقراطي قدم مرشح الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي فيما رشح التحالف الوطني الجمهوري أمينه بالقاسم سحلي ومع غياب صاد الحزب العتيد عن مصاري الرئاسيات خاصة مع وضع أمينه العام السابق للأفلان محمد جميعي الحبس المؤقت في خضم ما يحدث من تسابق على الترشح للرئاسيات المولاة تسير في درب الظفر بكرسي الرئاسة بعيدا عن أسلوبها السابق في الالتفاف ودعم مرشح السلطة مثل ما اعتادت القيام به في العهدات السابقة